اشتركوا في القناة في المنفذ مع توفير فريق للدعم الفني على مدار الساعة تحسبا لأي طارئ منذ أول أيام عيد الأبحر المبارك وفي ظل تدفق هذا العلل الهائل من زوار مملكة البحرين عملت الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية بذوابط أمنية محكمة مواكبة للرؤية الاستراتيجية الاقتصادية 2030 من خلال تنفيذ الإجراءات بكل يوسر وسلاسة للزوار العابرين لجسر الملك فهد في الحقيقة أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والمتمثلة في إدارة المنافذ شعبة جوازات جسر الملك فهد عدت خطة عمل متكاملة إن شاء الله لتسهيل إجراءات عبور المسافرين بحيث يتم فعل 38 مسار لتسهيل إجراءات عبور المسافرين إذا حسبناها من دخول منطقة الخدمات يمكن يأخذها من 10 ل4 ساعة هناك تعاون مستمر بيننا وبين الجانب السعودي وبين جميع الإدارات العاملة بالجسر سخرت الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الكوادر البشرية اللازمة التي تساهم في تقليل مدة انتظار المسافرين خلال فترة عيد الأضحى وعدت فرق عمل على مدار الساعة مع فتح 90% من الكبائن الذكية في فترة الذروة وذلك لتسهيل حركة المرور وضمان سيابية حركة المركبات في الشوارع المرة هذه غير كل مرات ما أخذت معي إلا دقيقة والحمد لله لا ولا أبد الموضوع طيب وأجراء الإشراءات سريعة سهلة من دخول المنفذ البحرين إلى الآن ما شغرت عشر دقائق حتى إلى الآن ندخلنا البحرين من جملك البحرين إلى هنا خمس دقائق أنا جاي من السعودية والحمد لله كل الأمور كانت تمام ومشينا بسرعة توقعنا بنرجع نسويوتر ونرجع بس الحمد لله الأمور بسلاسة يعني صاير اليوم رغم أن أيام عيد وزحمة بس الحمد لله أبدا يعني دقائق يعني ما لا تعد يعني متأخير أبدا متأخير المشاريع الحديثة التي تنفذها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في الوقت الراهن ساهمت في تحسين سيابية الحركة على الجسر من خلال زيارة فاعلية الأداء وتطوير الأنظمة والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة بما يخدم هذا المرفغ الحيوي الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية نتائج إيجابية باتت تتضح ملامحها على وجوه زوار مملكة البحرين من خلال عبورهم على جسر الملك فهد لتسهيلهم كافة الإجراءات وكسر الوقت الطائل من الانتظار طلال نايف لمركز الأخبار تفزيون البحرين تفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقم اشتركوا في القناة